اثنية صباحا ثانية عشرة بتوقيت جرينت شامو جز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الفريق اسامر ربيع رئيس هيئة قناة سويس بتطوير جهود هيئة قناة سويس وذلك لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيدة لانتاج مراكب صيد تستخدم حليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة سويس اكد رئيس الاوكراني فلودمير رازلينسكي ان بلاده لا تمتلك اسلحة ودعما كافيين لتحقيق نصر استراتيجي على روسيا وحذر زينسكي المجتمع الدولي من ان ضعف اوكرانيا سيعني ان روسيا ستواصل التقدم نحو بولندا ودول البلطيق على حد تعبيره اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوريجيا انوويا فصلت عن اخر خط كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الاوكرانية وباتت الان تعتمد على خط الاحتياط واوضحت الوكالة ان المنشأة تواصل تزويد الشبكة بالكهرباء بواسطة خط احتياطي كانت وكالة الطاقة الذرية حذرت من مخاطر حتمية بوقوع حادث نووي خطير في محطة زابوريجيا في الوقت الذي تتبادل فيه موسكو وكييف الاتهامات بقصفها قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونون لومير ان بناء خط انابيب غاز بين اسبانيا وفرنسا ليس اولوية بنسبة لباريس واعتبرا ان تركيز على تحديات الطاقة في شتاء المقبل اكثر الحاحن ورأى الوزير الفرنسي ان بناء هذا الخط لن يساعد بلاده في حل مشكلة نقص الغاز في الشتاء دعا نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي بلاديمير كباروف الى نقل مقر المنظمة الى دولة اخرى تحمل طابعا محايدا جاء ذلك تعليقا على عدم اصدار واشنطن تأشيرات لوفد روسيا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة واعرب المسؤول الروسي عن غضبه لعدم السماح لبلاده بالمشاركة بشكل شخصي في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة موضحا في الوقت ذاته ان روسيا دولة مؤسسة للامم المتحدة وهي عضو دائم في مجلس الامن اعتبر البيت الابيض انه لا جدوى من فرض قيود على اصدار التأشيرات لجميع المواطنين الروس رافضا تحميل الشعب الروسي مسؤولية ما يحدث في اوكرانيا في الوقت نفسه اعلن منصق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الابيض جون كاري تأييده لفرض التأشيرات على فئة معينة من المسؤولين الروس كادات فعالة في العقوبات اسفر حريق ينتشر بنطاق واسع في شمال ولاية كاليفورنيا الامريكية عن تدمير نحو 4000 فدان من المناطق الزراعية كما تسبب في اجلاء الاف السكان الذين لحقت ببعضهم اصابات وقالت السلطات ان التقارير تفيد بان الحريق دمر نحو مئة منزل ومبنى كان حاكم ولاية كاليفورنيا اعلن حالة الطوارئ في مقاطعة سيسكيو بالولاية بسبب الحرائق ولمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر امام حضراتكم على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة والى اللقاء